السلام عليكم كنتمنى تكونوا باخر واخراجيتكم اليوم بانو في الغسات غدي نقدم لكم الطائقة ديال تحضار ديال الخمية البلدية ما غدي تحتاجو فيها لما طيش علات ما لاتو ما لوالو فقط دقيق وهد الغسات كتجي فيها الخمية زوينة ما كيجيش فيها شي ماداق ديال الموابلي شي حاجة بحالك وبطبيعة الحال غدي نوجدوها تقايبا في واحد ضف ديال ثلاثية مع العلم ان البريود هدي فيها الجو شوية بعد ولكن وخاكك غدي نوعيكم كيفاش غدي نوجدوها فما نطولش عليكم دولة غلسات ولكن قبل إلا كنتو اول ما عكا تشاهدو الفيديو ديالي ما تنسوش انكم تابوناو وتضغطو على الجاس باش دائما توصو بالجديد فكم دو على باكات الله احنا غدي ناخد كاس ديال القمح الصلب يعني الدقيق ديال الزع اللي كيكون مطحون كومبلي ومباد غدي ناخد المال اللي يكون سخون ماشي طعيب قاع ولكن مهم شوية فوت دافي غدي ناخد هنا واحد لبول وغدي نضيف دقيق وغدي نضيف كذلك الماء وكان حاول ما امكان اننا ننخلط دقيق مع الماء حتى تكون اللي عجينة من الاحسن اللي عجينة تكون خفيفة ما تكونش تقيلة بزاف وبطبيعة الحال كنخدم هنا يا اما بيدي يا اما بملعقة خشبية ما نحاولش نخدم بالمعالق ديال المعدن كان ايفيتيهم يعني كنخدمه فقط يا اما هكا بيدي او لا ممكن استعملتها ملعقة خشبية كنبدأ كنخلط حتى كتندمج ليا دقيق كهندمج ليا مع الماء ومن بعد غدي ناخد واحد القائعة اما ديال الزاج او اللي ديال الطين هي اللي غدي نوضع فيها الخميعة او لا نوضع فيها الخاليط ونخلي حتي اخما كما قلت لكم كنحاولو مأمكان نحطوه في شي بلاسة اللي تكون دافية هنا انا اخضيت قائعة ديال الزاج ممكن لكنت عندكم شي قاعة ديال الطين موهمة لتتمروش البلاستيك اما قاعة ديال الزاج او اللطين وتوضعوها في شي بلاسة دافية اصلا دا بهد البريودة كيل جو باد يعني ماشي سخون يعني تقايبا راه مبعد دا بعاشين ساعة غدي توجدلي كنحاول مأمكان نحطوه احد البوطة هاكا لاغدلي هنا غدي نوايكو ما ديجا بدا تكطلع ولات عندي خميعة فانعود عودة نوجدها بغلان ديزين فو شنو كان ديه كنعود ناخد واحد لبول كنعود ناخد هنا واحد لبول وغدي نضيف لي دقيق هنا دقيق على حساب اللي بريتو انا هنضفت فقط كاس دي لطقيق وغدي نضيف ديك الخميعة اللي ديجا خليتها واحدة باعاشين ساعة بطبيعة الحال لكان الجو سخون غدي توجد لكم قل منها باعاشين ساعة وكم داك نحاول مأمكان ان ننهبط داك داك الخميعة اللي عندي ديجا في القاعة كما قلت لكم غدي نستعملوا فقط ملعقة خشابية ما تستعملوش شي حاجة دي للمعدان او للمحالق العاديين ما الاحسن تستعملو ملعقة خشابية وبطبيعة الحال كنبدأ نحاول مأمكان ان ننخلطها هنا غدي نستعمل فقط للماء يكون دافي اللي هاتعجنو به كما قلت لكم عالجو عندنا دباع باد يعني غدي ناخد شوية المدافي إلا كنتو هاتديو في الصيف هنا ما تاخدوش هاد المدافي في الماء الثاني ما تاخدوش المدافي غدي تاخدو فقط المادية العوبيني بضعجة حاجة ديال المادية العوبيني ما غديش تدفيوه وكما شفتو غدي نستعمل شوية بشوية وكان بدك نعجنها ممكن انكم تعجنها كذلك ما كانش مشكلة كان حاول ما أمكان ان ننخلطها وبطبيعة الحال هادر هي اللي غدي نديها تخمي دا باحي تلجو بعد ما غدي توجد لي تلغت له هي اللي غدي نديها تخمي داك هي اللي غدي نخدمها من بد كساسو اللي بغيت نوجد بيها الخبز او اللي بغيت نوجد بيها سميت والحياة فكيبقى لكم تمال خطيعة غدي نعود ندها في ديك القيعة نيت وغدي نخليها حتى تطلع حتى تخمي تقايبا نقول لكم غدي نوضعها في شي بلاسة اللي تكون دافية لكن في الصيفة في الصيفة ضغية كتوجد لكم ما كتاخد لكم شوق طويل ولكن في البد تقايبا اللي غدت لي عاد كتكون واجدة حتى كتبدا تطلع لكم الخميعة غدي نوضعيكم كيفاش كتجي من بعد فهنا كما كتلاحضون بعد ما دلت بها 20 ساعة كتشوفوا هادا جا طلعتها ولت دابة خميعة ولت واجدة ولكن إلا خدمنا بها دابة هكا غدي تعطاكم المضاق ديل الحموضة يعني باش ما تجيكم مش حانضة بزاف شنو كان دا غدي نعاود نوجدها بالنسبة لما على الثالثة فهنا كنا نخد دقيق بالنسبة لدقيق على الحساب إلا كنتو هات عجنو كيميك بها ديل الخبز وكنتو غدي اديو الخبز في الوقات ديل البد فاقسكم تقايبا واحد تولوت ديل الخميعة وتولوتين ديل العجينة دونك هنا غدي نضيف أنا داك الخميعة البلدية وغدي نبدأ قلسة نعجنها بطبيعة الحل بالمدافي هنا باش ما تجيكم مش كما قدلكم حانضة بزافة نعاود نعجنها إلا كنتو غدي تصايبو الخبز دابة فغدي توجدو هاني الدابة وتصنو عليها حتى تخميه ومبعدها تعجنو الخبز ديالكم إلا كنتو ما غديش تعجنو تلغط لي فأنا غدي نجمع هنا العجينة وغدي نحطها في تلاجة نخلي حتى تخميه في تلاجة دب أنا حاليا ما غديش نوجد الخبز دابة يعني هنا غدي نعجنها كما كتلاحظوها تنظيف المدافي بحل لك نعجن العجينة عادية غا هي فيها فقط دقيق والخميعة البلدية والماء ما كان ديش بطبيعة الحل الملحة وكان بدك نحاول ما أمكان أنني نجمعها وغدي نوضعها في تلاجة خميه كما قلت لكم إلا كنتو مزعوبين عليها دابة فممكن أنكم توجدوها دابة وهنا بطبيعة الحالي إلا كنتو غدي تديروا الخميهات الخبز ما ليش لاجتكم هكا تقيلة ماشي مشكل أما إلا كنتو غدي تضوار بيها الحياء فضعوا أخيكم تصيبوا العجينة تكون خفيفة ما تديروها ش تقيلة إلا كنتو غدي تضوار بيها الحياء من الأحسن تديروا العجينة هكا فأنا كنبقى مستمعها هكا حتى كنعجنها كاملة وغادي نعاود ناخد نفس ذاك القنينة أو ذاك القائعة اللي دايا فيها الخميهة في الأول وهي اللي غادي نعاود نوضع فيها هات الخميهة وغادي نوضعها كما قد لكم في تلاجة حتى تخميه لأنه أنا ما غادي نعجن تلغط لي يعني هان خلية حتى تخميه وغادي نقول لكم عاود تاني شنو هو لسوك خي تاني هو باش ما يجيكم ش الخبز ما يجيكم ش حامض لحقاش بزاف دين الناس كيغلطوا في هاد القضية أنهم فاش كيعجنوا غاية بالخميهة البلدية كيتعاملوا معاها بحل كيعجنوا بالخميهة العادية على غير لكم تتعجنوا فقط بالخميهة البلدية ما تخميهش وخبج وجود المعات فأنا كما لاحظتوا لغت لي آخر معات لي غاية هكا في تلاجة كنخرجها بساعة قبل يعني كنخرجها كنخليها ساعة تاخد ضاجة حات المطبخ ومبعد ديك ساعة تنخدم بيها هنا بعد ما خدمت بيها كما كتلاحظو كنخلي واحد شوية ذاك شوية هو اللي كنعاود نوجد به الخميهة البلدية يعني عدا بعد ايجا خضيت الخميهة البلدية عجنت بيها خليت شوية كذلك نفس الشيء كنضيف ذاك شوية اللي بقى لاصقلية في القائعة كنضيف كذلك الدقيق وكنضيف المدافي ونفس الشيء ولكن تنحتاجها دابة قد انديها في تخماء لكن تبغيتها ديك ساعة عندها تخماء إلا كنت نعجن بيها تلغط ليه أولا تلمن بعد قد نعود نوضعها في تلاجة وكما قد لكم ناصحة اللي نعطاكم بالنسبة للخبز الخبز مع مماكم تخماء جود المعات إلا خماتوا جود المعات بالخميهة البلدية كيجيكم الخبز حامض يعني شنو غادي ديو غادي تعجنوا الخبز ديالكم وغادي تقاسوا هديك الساعة وتخليوه يخماء ويطيب ماشي غادي تعجنوه وتخليوه يخماء يعني هادو مالي زاستوس اللي كيديو لديفيرانس باش ما كيجيكمش هكا الخبز حامض بزاف لأنه بزاف ديالناس ما كيقدوش لشيب بورتاو ديك الحموضة ديال الخميهة وهاكا كيجيكم الخبز ما حامضش وامن فان صاحي فكيما كتلاحظو أنا كنعود نجمعها كيناعود تاني طريقة خا كي الناس تشحيل هادي شنو كانو كيديو كانو كيعجنو الخبز ولكن ما كيديوش الملحة ومن داك الخبز اللي كيعجنو كيقطعو واحد شوية هو اللي كيوضعو في ديك القائعة ديال الخميهة البلدية واما سقدو دياله هاكا وكيما لاحظو هادي هي الطريقة التقليدية اللي كانو الناس كيديوها شحال هادي باش كيوصل يجدو الخميهة البلدية ما فيها لا فول ما فيها لا تومة ما فيها لا تمالها لحامض لا عفوا لمطيشة التحاجة كدشي لديدة بزاف ومزيانة وهنا كيما لاحظو نعود كذلك نحطها في ديك القائعة وغادي نوضعها هنا في تلاجة ونخليها حتى تخميه فهنا نصفي غادي نوضعها في تلاجة وغادي نخليها حتى تخميه على خطهات تنكني تبغيت نخدم بيها فهذا هو شكل نهائي كما كتجي كتجي خامها بزاف طبعا الحال هنا دات كميك بيها ديال الخميهة البلدية كتجي على هاتشكل فممكن انكم توجدوا بيها الحياة ديوها في مليويات في الخبيز في البيتزا ديجا موجدلكم دي فيديو كيفاش تصايبوا بيتزا بالخميهة البلدية كيفاش كذلك تدور الحياة بالخميهة البلدية وتسكن حياة صحية لانما فيهاش الكنسانتخي الكنسانتخيات دي طعمات يعني ديك ما تشهد الحك ما كيناش فكانت هذي يالا غصت ديال اليوم كانت مننا انها تكون لتعجابكم ونقولكم هاكم باو كنت لقى ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة